لا بد أن أسئلة كثيرة دارت في رأسه وهو يقف مصدوما أمام سيارة ابنته المشتعلة ولعل أهمها من ارتكب هذه الجريمة يأتي الجواب من واشنطن هذه المرة سلطات كييف هي من أمرت باغتيال داريا دوغن ابنة الفيلسوف الروسي أليكساندر دوغن تؤكد الاستخبارات الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز أن أطرافا من الحكومة الأوكرانية أعطت الإذن بتفجير سيارة دوغن قرب موسكو لكن واشنطن لم تكن على علم بالهجوم ولم تشارك فيه لبل إنها حذرت كييف من تنفيذ الاغتيال ولم تقدم معلومات استخبارية أو تساعد بطريقة أخرى وفق ما قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة تسحب الولايات المتحدة يدها من العملية وينتقد المسؤولون الأمريكيون في حديثهم للصحيفة افتقار أوكرانيا إلى الشفافية بشأن خططها العسكرية والسرية وخاصة على الأراضي الروسية ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز يعيدنا إلى اليوم التالي لاغتيال دوغن أكد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي حينها أن التحقيقات أثبتت أن جهاز العمليات الخاصة الأوكراني أعد الجريمة وارتكبها وهي اتهامات وجهها مسؤولون الروس لكييف مرارا كانت الأخيرة تنفي دائما حتى أن مسؤوليها كرروا هذا النفي عندما سئلوا عن تقييم الاستخبارات الأمريكية وفق نيويورك تايمز إذن هو إثبات جديد على تورط السلطات الأوكرانية بالاغتيال مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الأساسي لها من العملية قد يكون أليكساندر دوغن الرجل الذي يوصف بأنه عقل بوتين وما يعنيه ذلك في ظل صراع طويل الأمد تشهده الساحة الأوكرانية اشتركوا في القناة